اشتركوا في القناة عنه تقارير اعلامية وينتظر ان تحمل الاسابيع المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف في ظل حالة التوتر السائد في العلاقة بين الاتحاد الجزائري والاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني انفنتينو رئيس الفيفا دفع باتجاه فتح تحقيق لمناقشة بعض المسائل المرتبطة بالاتحاد الجزائري ووفقا لصحيفة كومبيتيسيون الجزائري ناطقة باللغة الفرنسية فان الهيكل المشترف على الكرة العالمية لم يخفي عدم رضاه من عدم قيام الاتحاد الجزائري بتحديث لوائحه بشكل يجعلها متطابقة مع لوائح الاتحاد الدولي ومن جهة اخرى كثف الهيكل المشترف على الكرة العالمية من اتصاراته مع شرف الدين عمار رئيس الاتحاد الجزائري لمعرفة السبب الذي دفعه لتقديم استقالته قبل ان يتراجع عنها مؤخرا وتتوجد شكوك قوية لدى الفيفا بشأن امكانية حصول ضغوطات سياسية اجبرت الاخير على تقديم استقالته من الاتحاد الجزائري ومن الواضح ان الكرة الجزائرية تتواجد حاليا محل متابع لصيق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدمة بسبب عدم تحديث لوائح بجانب الاستقالة المفاجئة لرئيس الاتحاد المحلية هذا وفي ذات الصياق قامت اليوم الجماهير الجزائرية بخطوة مفاجئة حيث قامت بوقفة احتجاجية قوية امام مقر اعلى هيئة كروية في العالم الفيفا من اجل اعادة مباراة الجزائر والكاميرون وذلك تمنيا منهم باعادة المباراة من اجل التأهل الى المونديولا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء